افتتح كل من وزير الفلحة شريف عماري ووالي العاصمة عبدالخالق سيودة الطبعة الثالثة لمعرض الحمضيات بالعاصمة ووصف الوزير انتج هذه السنة بالجيد والوفير المعرض كان فرصة للاطلاع عن كثب على التنظيم المهني وانشغالات المنتجين حيث نبه الوزير الى ضرورة عقد اتفاقية شراكة بين المحولين وممثلي المنتجين لدعم الصناعات التحولية وكذا الذهاب نحو رفع حجم الصادرات في هذه المادة طلعنا على انتاج وافير ومتنوع وانتاج تميز بجودة عالية وكانت لنا الفرصة يعني لاطلاع على التنظيم المهني والمنتجين والانشغالات المنتجين متعددة المهن للحمضيات وبهذه المناسبة نحن نوه بالدعم لتقدمته الدولة والمجهود يقاموا به المزارعين والفلاحين وهذا ما يخلينا مرتاحين إن شاء الله لأجل تدعيم السوق الوطني بهذا المنتوج للحمضيات وهو مطلوب كثير ويكون فيه ثانيك ربط ما بين المحولين باش يكون فيه تثمين المنتوج الوطني إن شاء الله عن طريق اتفاقيات شاركة ما بين المحولين وممثلين من تع المنتجين وإن شاء الله يكون فيه منفذ ثالث هو لترقية الصادرات لما لها من جودة ومن قدرات ومن تثمينها على مستوى الدولي هي منتوجة مطلوب